اذا نواصل مشاهدين الكرام تغطيتنا للتطورات الميدانية والسياسية المتسارعة التي تشهدها ليبيا في الساعات الأخيرة ففي حين أعلن الثوار أنهم دخلوا العاصمة طرابلس من جهة الغرب أكد الثوار أن كتيبة محمد المقيرف المكلفة بحماية العقيد ليبي معمر القدافي ألقت السلاح واستسلمت كما أعلن الثوار اعتقال سيف الإسلام نجلة العقيد القدافي واستسلام نجلة الثاني محمد يأتي هذا في حين جدد معمر القدافي في رسالة صوتية بثها تلفزيون الليبي إلى إنقاذ ترابلس للمزيد معنا هنا في الستوديو ضيفنا السيد يوسف بن يوسف أحد ثوار مسراتة بناء على هذه التطورات الميدانية المتسارعة التي تعرفها طرابلس وليبيا ككل ماذا تتوقع في الساعات المقبلة هل يمكن أن نقول أن ربما نهاية النظام القدافي بات قريب جدا بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة لنهاية النظام القدافي مربوطة باثنين أشياء الشيء الأول أن توارنا في طرابلس وبمساعدة توارنا في الجبل وفي الزاوية وفي مصراتة يسيطروا على طرابلس بالكامل هذه النقطة الأولى السيناريو الآخر أنه يتم القبض على القدافي فقط هذين شيئين نعتبر ذلك الوقت يعني لا يمكن أن نقول أن نظام القدافي انتهى إلا بالقبض على القدافي يعني يمكن القدافي أن يفر إلى أي مكان آخر يعني القبض على القدافي أنه غير موجود في ليبيا أو يتم القبض عليه أو السيطرة على مدينة طرابلس بالكامل من قبل التوار عند ذلك الوقت نقول أن معركة تحرير طرابلس انتهت طيب بن يوسف